أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مواصلة الحكومة متابعة التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية على مختلف القطاعات جاء ذلك خلال اجتماع مدبولي لمناقشة آليات التعامل مع تداعيات الأزمة على القطاع العقري وأشار مدبولي إلى أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل تكون مهمتها عقد اجتماعات مع المطورين العقريين للتوافق على عدد من الآليات للتعامل مع تداعيات الأزمة العالمية كما نوه مدبولي إلى أنه سيتم عقد اجتماع عاجل مع كبار مصنعي الحديد والأسمنت لمناقشة ما تشهده الأسواق المحلية من ارتفاعات في الأسعار مشيرا إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على تيسير إجراءات التمويل العقري من أجل سرعة تسويق الوحدات السكنية التي تنفذها الدولة والقطاع الخاص